الميزة الثالثة أنه تدري أنه البث عليك أحيانا أنك تشتهد المواضيع وتقصد ولا تتكلم ولا ولا وبعد فترة تكتشف أنه البث في مكان آخر هذا الميزة الميزة الرابعة أنه تفتح عندك بعض الأشياء أنت كأنك وانت قاعد تتكلم قاعد تفتح أشياء في أشياء ترجع له في أشياء من خلالها توصل إلى الأشياء أخرى فأنا أشوف أنه بالعكس تسقل وتدعم الاسترسال والارتجاء بعد فضل الله الظهرية هذه هي اللي وصلتني للمتابعين والمحبين أنا ما هو في الليل ولا في الآخر الليل كم؟ الحين حنا كم؟ ممكن لي يومين ما أجي الظهر بس قبل الحمد لله كنت كل ظهر أكون متواجد كل عصر كنت متواجد وأرسل الرسائل الهادفة والأخبار والسؤال في كل الظهر تعرفني أنا الرسال ارتجالي واسترسل بالكلام فما يعود معي أنا عارفك غيره أنك رتجالي أنت رجال الله يطول عمرك هذه ما به شك ما يهدار لا فيه رجال وفيه رجال هذه مشكلة مشكلة هذولة اللي شعار المحاور هاللي فكر دائما أنت بكيرش عن المعاورة أيها فوشه هي اللي وصلتني طيال عمرك لما أنا عليه بفضل الله ثم فضل المحبين والمتابعين ودائما الإنسان إذا عمل في شيء لازم يتقنه لازم تتقنه أنت جاي الآن في مهمة برنامج واقعي عطى حقه عطى حقه يا أخي وراك متابعين وراك محبين عطهم حقهم لا تغيب واجد فالحمد الله لو تقول لي تحسبت على التعب هذا والله ما تحسب لكن الحين عبي أرتاح شوي يومين كده والله أنا من أحصالي ثلاثة أيام بالذات بث الظهر أكون ماسكونا حلو والحالي والله أني الآن أنا سألو ما أكون راسي مصدق لكن سكوتي أمام الكاميرا وسكوتي أمام الناس يظهرني مظهر غير لائق فلذلك أنا أدري أنه فيه أشخاص وفيه ناس من هم جالسين يفتحون الكاميرا فيه ناس محتاج مثلا كلمة يعني فيه يقولون كلمة رفيزك تفيدك زين أحيان كلمة أو أحيانا نتنوع على حاجة فالأشخاص من خلف الشاشات فيه منهم ينتظر وش تقول أنت بمكان ومنصة وبشاشة وش تقول فهذا الأشياء تستدعي أن الواحد من خلال هذا الأشياء أنه يرسل رسائل هادفها رسائل تبعوية رسائل دينية رسائل لعلها ينتصل إلى شريحة أكبر من المجتمع وأن تكون فيها ذات فائدة ما بعد البرنامج يرسل لك أحد برنامج يقول والله أنت مره يومنا اليوم تكلمت عن شيء كذا 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 وأنا على صدق شخص استفدت عطري موقف عطري يوم طلعت أرسلي واحد مشهور في السوشال ميديا طبعا بتحفظ في اسمه في اسمه طول حياتي طول حياتي ما رح أخبر فيه أحد لأنه أمانة هذه بيني وبينه يقول كنت ضايق يقول وفاتح على البث يقول لايق جدا جدا ترى الرجال يعني ما شاء الله مع نجمة مشهور يقول كنت ضايق وكنت فاتح على البث وكنت هوجس بالشهرة يعني هو خلاص مشهور يقول عندي أعمال واجد وهوجس بحالتي وهوجس فيقول ما كنت يعني يقول يعني جيت وصلت المرحلة ما أدري كيف أنا أستق بين حياتي وبين أعمالي في الشهرة يقول إلا سمعتك تقول عيش لحظتك لا تفكر ببكرة بكرة كاف لها ربي هذي قد قلتها قبل وأنا لزلت زي كده ما أفكر ببكرة فكنت أنصح وأقول فكر بلحظتك عيش لحظتك استانس فيها استانس باللي حولك استانس بكرة كاف لها ربي أنت أمش وتؤكل على الله وش يصير بكرة الله أعلم خله علم غيبي فيقول يوم قلت أنت طبعا استرسلت في الكلام واجد يقول يوم قلت الكلام هذا يا فارس والله كنك مصحيني من النوم ترى أنا جيتني فترة يعني هنا خلاص يأشت هو لاحظ عليه الشي الرجل هذا يعني يتابع فأرسل لي قال أنت الحين كنت تنصحني هذه المرة الثانية شاف عقب ما قريت كلامه جيت هنا وعقب ما رح نعمل أنا أرسل لي رسالة قال لي حين أنت أسمع كلامي أسمع كلامك وأسمع نصيحتك وأنا أشوفك في البثة تسوي حاجات أحيانا يعني منت مثل أول اللي عارفها علمته وانت أدري بالعلوم هذه فالحمد الله شي اسمه رسالتي أوصلت لشخص وغيرت شي فيه وأعطيك حاجة ثانية والله أني يمكن يمكن عبد العجيز يدري موريه الرسالة في الخاص في تويتر أنا ما فتح رسالة لكن سبحان الله لقيت مسويلي تنبيهات منشن 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 فدخلت على المنشن أقرأ إلا ليش ما ترد حرم عليكم من ذلك عورني قلبي فتحت الحساب إلا لقيت لمسلي رسالة طويلة فالثقرة تكلمت عن الأغاني قلت أني أنا ما أسمع أنا أسمع أغاني بس ما هو بكثرة ما هو مثل أول يعني مثل ما تصفح في الجوال لقيت أغنية ما في مشكلة يعني أني بس أني أحطها في السيارة لا ممكن أن تشبت سيارتي ما فيها مسجل فقلت أني لقاني كده تقسي القلب وكده وكده وأنا صادق والله وأنها تقسي القلب وتخليك تعيش في حالة هموم فلقيت رسالة من أم قالت أبك تسجل لي رسالة ترسلها بصورها وبعط أوريها أولدي أولدي تأثر من كلامك وتارك أولدي يمد من أغاني يسمع أغاني بكثرة حياته كل أغاني ويوم سمع كلامك تأثر فهذا اللي أنا يا فارس الحربي يجاي علشانه ترى ما لي جاي عشان نجم جمهور ولا الحمد لله كسبت محبة الناس وكسبت رسالة الهاجفة الإنسان لازم يكون عنده في حياته لازم يتبنى رسالة أما أني أقعد أعيش كده بدون رسالة أخلطها بكوميدي أخلطها بضحك أخلطها بوراسة فأنت من الرجال يا أبو أشي اسمك يا أبو أحمد ولا موم جامل أو شي لكن أنت من الرجال اللي عنده رسالة وقعد يقدمها والحمد لله فلا تستغرب من الرسالة نسأل الله توفيك نسأل الله توفيك لا تستغرب من الرسالة لا لا أبدا أبدا وأنا بالعكس أنا متدمر أني أجي أسفل بث الحالي مثلا وأتكلم من مواضيع كثيرة من مواضيع مختلفة يعني اليوم بس مرة اليوم بصصة الفجر والله أني تعبان أني جاي أبناء ويوم مريت من هنا أبي روح أسلم المايكي الخالد يوم جيت ألا البث فوالله ولا أحد من الشباب ولا في كرسي على المسرح وأن نروح وأنجس على المسرح وبدأ تكلم وبدأ تكلم وبدأ تكلم يمكن عشر دقائق وربع ساعة لين سمعت يا أهل البزنس كفو انتهى البث طلعت مايكي لا ما لي منه بالعكس الناس اللي يعطونك من وقاتهم يعني أحيانا في شخص أنت ودك تتكلم مع شخص يقول أنه والله ما عندي وقت تسمع لك من بالك شخص يقعد أمام الشاشة الساعات مشانون يسمع منك ويسمع مش عندك ويسمع ليش أنت تتكلم ويسمع عنوش التكلم ويسمع عن أبعاد الموضوع التكلم ويسمع ويشوف في بعض الأشخاص يعني وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى قاعد يقول يا أخي كيف تتكلم وتسترسل ببعض المواضيع والله لكن الحمد أنا والله أنا ما ودي يقوله لكن مثل عن الفصاحة ولا عن اللباقة وهذا شيء أنا والله ما أخترت هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ما هو جيد مني لكن أنصحكم في أدوات قراءة تساهم وتساعد وتنمي من هذا الأمر اللي يكون عندك ألا وهو القراءة أو الاستماع بكثرة الاثنين أنا بالنسبة لي فأرس رجل يقرأ أنا منها حيث لا أقرأ أنا رجل أسمع أسمع بكثرة أنا أسمع بعض فعشان كذا أنا جاي معي كتب وعندي كتب في البيت لكن ما ما هو ما هو ما فضل القراءة بشكل دائم فالسماء شيء مهم سبحان الله تكسب مخزون لغوي وتستخدم أنا مسكت تكلم أقول اللغة العربية ما تبلش ولا تبحث باللغة العربية في كل الأمور تلقالها مراضفات تلقالها بطريقة ما أحيانا توصل رسالة لأن بعض الرسائل المباشرة حتى لو تكلم عن شخص مثل حساس مع شخص حساس ولا شخص عن أمر حساس ما أودك أن توصل الرسالة بشكل مباشر أن تكون يعني بالإيماء أو بالإحاء أن تكون تدل على هذا على هذا الرسالة على طار يوم تقول الرسالة إحاء أنا صراح أحب صلف معك واجه وانت كذلك ليش لا لا بس أنت حب لا لا بعلمك حتى أنت تقول طريت علي شيء فأنت الحين طريت علي شيء يوم تقول الرسالة ما أودك أنها تكون مباشرة هذا الحسن والحسين كانوا يتوضون للصلاة فجاء رجل كبير فتوضى غلط فدق الحسن والحسين وشافوا الرجال كيف يعلمونها خطأ قاموا شوف الذكاء ما شاء الله عليهم وشوف كيف وصلوا الرسالة فقاموا ما بينهم قال لا أنت وضيت خطأ يعلمون بعضهم وهذاك الرجل يشوفهم قال أجل كيف الطريقة قال أنا رأيت جدي الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضى كذا وتوضى وطل عمرك وقام الحسين قال صح أحسنت وقام يقل له فالرجال هذاك وش سوى فهم 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 وعاد الوضوء فشفت مثل هذه عطوه رسالة تعليمية غير مباشرة بحيث أنه ما يحرجونه ولا يجرحونه يقولون على طال الوضوء طريت علي على طال الوضوء طريت علي قصة المعاوي بن أبي سفيان رضي الله عنه ودائما نسمع عن دهات العرب الأربع وكان من ضمنهم معاوي بن أبي سفيان صاحب دهاء عالي يقال أنه كان يخطب في صلاة الجمعة فيوم صعد المنبر تذكر أنه ما هو متوضي الإجراء اللي مننا أحد يسويها الآن ممكن أن يبلش ولي يقول أصبره ولي يروح يتوضأ صح هو من دهاءه وفطنته ذكاء معاوية قال اليوم خطبتنا عن طريقة الوضوء الصحيحة فأمر أحد الموجودين وأنه يجيب له إناء ويجيب له فعلم طريقة الوضوء هنا هو توضأ وأرسل رسالة للناس شوف هنا الذكاء والفطن استخدام المواقف معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان وعمرو ابن العاص وزيادة بن أبيه وزيادة بن أبيه وباقي واحد المغير بن شعبة أفصح اثنين أنا كأفصح اللي أعرف الأفصح اللي هو طبعا كان ما قبل الإسلام كانوا يقول لو أنزل أذغران على رجل من القريتين في تفسير الآية التقف ألا وهو عروه بن مسعود الثقافي في الطائف والوليد بن المغيرة في مكة بعد الإسلام اثنين بعد الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعرف أن الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ثابت ابن قيس حلو ووو ماذا مدل كان في عهد الأمويين كانوا اثنين ما حد ينافسهم بالفصاحة عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان والحجاج ابن يوسف الثقافي إني أرى رؤوسا أينعت قد أينعت حانا غطافها وإني لصاحبها أنا ابن جل وطلعوا الثنايا متى أكشف العمامة تعرفني أتيتكم بسيفي سيف العذاب وسيف الرحمة أما سيف الرحمة فقد سقط مني بالطريق أنا والله سبي الصدق أبو أحمد أنا أستغرب من الشباب أو البنات أو كي بيقولون مهوب جونا مهوب لكن هذه ثقافتكم إسلامية وتاريخية مرة جلست كان عندنا مدرس أمريكي بريطاني أتكلم عربي يستذبح يعلمنا ثقافتهم يعلمنا عن يهتفان وف يعلمنا كيف توحد وكيف كانت عندهم المملكات متفرقة ومن جاء اللي وحدهم وش اسمه حتو الله أني أذكر اسمه أمريكا كلومبوس لا 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 أوروبا ما دري في إنكلترا من هو بعدين علمنا عن الحضارة المقدونية بعدين علمنا عن حضارات عندهم واجد وعلمنا كيف الأغريق الأكسندر المقدوني كيف راح وكيف جاء كان يستذبح كل ما لقاله فرصة في الحصة كان يستذبح يعلمنا فهذاك اليوم حققت له قولي حبيب ما بس أنت عندك ثقافة حن أبت ثقافة قلت له تعال اجلس طيب أنا هم متعلم العربية في مصر يتكلم بالفصحة شوي عرف هو بريطاني هو بريطاني المهم جلس جنبي وسولف وسولف معه وسولف معه وسولف معه وسولف معه بالفصحة وسولف معه وعلمه طال عمرك كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وتطرق طال عمرك إليه وصلت في عهد عبد الملك بن مروان وبعدين في عهد الوليد لما هزمه وش اسمه لما هزمه والروم وفي عهد عمر بالخطاب يوم هزمه والروم وقعدت يلا اقول إذا أنت تشوف نفسك بحضارتك حنا جينا بيوم وليلة نبي وحد العرب على مبدأ وعلى دين إسلامي ومن بعدها كسرنا شوكتكم فتطرقت معه إليه قال لي وش قال لي قال لي بالإنجليزي يكلمه ما يبزينه يعني زي معقد زي كده أو صعب ويقوم قلتها واليوم الثاني معاد تكلم عن حضارت ومع شي فلازم أنت تعرف حضارتك هذول يفتخرون بحضارتهم حنا نفتخر ومشكلة حضارتنا ديننا إسلامية يا أخوي بعدة الرسول ثقافتنا ديننا نعم ثقافتنا هي ديننا حنالحين كيف ندخل الجنة ندخل الجنة من وصلنا الرسالة الرسول صلى الله نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونعتمر نبس الله سلم طيب أنا صرت ماني ماني متثقف بحياة نبس الله سلم أنا متثقف بحياة من صحيح اللعبين الكورة ولا المقنين ولا الرسامين ولا فنانين الأفلام ولا من يا خاذة هذا هذا أهم شخصية يجب على كل شخص يسمعنا من رجال ونساء من كبار من صغار من أن يتثقف بحياة نبس الله سلم أنا أستغر في أشخاص ما يعرفون زوجات نساء سلم ما يعرفون ابناء نساء سلم ما يعرفون متى توفة نساء سلم متى وردين نساء سلم في شخص سألته قلت تعرف أبناء قول مو عند عيال قلت شون ما عند عيال قل مو عند عيال قلت له جاء للرسول صلى الله سلم عيال وماتوا قل لا مش صحيح قلت خاص رحي بحث وإذا طبعا رح بحث وسحب علي طبيعي أساسا ما قدموا خير أولا كذا فيه كان طريت علي يوم أنك تقول له فيها بريطانيا يوم أنكم تعلم لغة عربية فيها أبيات حلوة كان معنى هند يلا نأذن نأذن أبشل على الخشمة بس دقائق دائما حنا تقول لنا نروح أذن قبل الصلاة بست دقائق سبت دقائق وفي مسافة المسجد الثلاثين ثانية نأذن فيه كان معنى عامل معنى بالدواء وهندي وكبير سن وكان يتحدث اللغة العربية بفصاحة يتكلم فصاحة معنى هندي كانت معنى شهادة بكالاريس اللغة العربية حلوة طبيعات شعر بحثت بحثت ما لقيتنا المن فيها حكمة دائما نحنا كنا شباب وهو كبير سن فكنت أقول له حيانا نقول نسمي الشايب ولا الشايبة ولا العود كذا فيقول يقول مضت خمسون عاما من حياتي وما عدتوا شيئا للمماتي وخلفت الشباب ولست أدري بما أنا بعد هذا السنئاتي أوف وشايب راسي يميلي نذيرا بأني قد غربت من الوفاتي وأشعر أن ضعفي كل يوم يهاجمني من ستة جهاتي الله هذا وين كيف حظتها؟ والله ما أدري جنة ابداع 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 يعني شكلة لقيها في كتب يعني دارس دارس كتب ترى هم يدرسون هم لا تبحروا في الدين وفي اللغة يدرسون أحسن منا حلو الأسف وش هو البيت؟ مضت خمسون عاما من حياتي مضت خمسون عاما من حياتي وما عدت شيئا للمماتي أنا ذكرتني في قصيدة زهير بن أبي سلمة يقول سئمت تكاليف الحياتي ولم أزل زي كده وقفت عليها بعد عشرين حجة فلأن قصيدة ثانية والله مدري حافظها لا والله اللي قوله سئمت تكاليف الحياتي والله ومن يعيش برج اسمعاك بعد الصلاة أبي أذكر لك قصة معلقة في هبيات لبيد بن ربيع هو الوحيد مشعر المعلقات اللي أسلم هو أسلم؟ هو الوحيد اللي أسلم مشعر المعلقات ما أنت قال yelling ل Listening ها .. ..